أهلا بكم. قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن الحكومة ستتدخل الحد من الانخفاض الكبير في سعر صرف العملة المحلية اليان. وضاف أن الحكومة تراقب التطورات وأنها لا بد أن تتخذ الإجراءات المطلوبة. كما قال إنه لا يعلق على السياسات النقدية وتلك الخاصة بتحديد أسعار الفائدة لأنها من اختصاصات البنك المركزي. وكان محافظ البنك نبه قبل يومين إلى أن تقلبات الحادثة في سعر صرف اليان غير محبذة وأنها تضر بنشاط الشركات وتثير حالة من عدم اليقين. فبوط اليان الياباني يأتي وسط موجة تراجع عنيفة عصفت هذا العام بالعديد من العمولات الرئيسية على مستوى العالم بصورة دفعتها للتهاوي إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات طويلة. في المقابل قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى الله في عشرين عاما محدثا هزة في سوق العمولات العالمية. شهدت سوق العمولات العالمية تقلبات شديدة ويعتبر اليورو والجنيه الاسترليني من أكبر الخاسرين على الإطلاق وذلك لعوامل عدة. أهمها حرب روسي على أوكرانيا تعطل امدادات الغاز وارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم معدلات التضخم وقيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة عدة مرات في فترة وجيزة. وتشير البيانات إلى أن اليورو هوى خلال العام الجاري إلى أدنى مستوى له في عشرين عاما فاقدا نحو ثلاثة عشر في المائة من قيمته. كما بلغ الجنيه الاسترليني أدنى مستوى له في سبعة وثلاثين عاما بخسارة أكثر من ثلاثة عشر في المائة من قيمته. وسجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق بفقدان نحو سبعة وثلاثين في المائة. أما الروبية الهندية فخسرت سبعة في المائة من قيمتها لتصل هي الأخرى إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. عربيا فقد الجنيه المصري نحو ثلاثة وعشرين في المائة من قيمته ليصل هو الآخر إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. النسبة نفسها ثلاثة وعشرون في المائة فقدها اليين الياباني ليهوي إلى أدنى مستوياته منذ أربعة وعشرين عاما بسبب عدم إقدام البنك المركزي الياباني على رفع أسعار الفائدة. إلى كوريا الجنوبية التي هوت عملتها المعروفة باسم الوون إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عشر عاما بخسارة نحو ستة عشر في المائة من قيمتها. وحتى اليوان الصيني هبط بحوالي ثمانية في المائة في الأشهر الستة الماضية بسبب زيادة أسعار الفائدة الأمريكية وتداعيات جائحة كورونا. وبالانتقال إلى السوق العملات الرقمية نراها شهدت تهاويا قياسيا. فعملة البيتكوين التي تعد العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة عالميا خسرت نحو ستين في المائة هذا العام. أما أهم الرابحين في معركة العملات حتى الآن فهم الدولر الأمريكي الذي قفز أمام سلة العملات الرئيسية بأكثر من أربعة عشر في المائة لأعلى مستوياته في عشرين عاما. وما يثير دهشة الأسواق أن ثاني أكبر الرابحين هو الروبل الروسي الذي قفز بنحو أشرين في المائة هذا العام مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من عامين. وربما شهدت الاقتصادات النشئة مثل الهند وتركيا ومصر والبرازيل هروبا أكبر للمستثمرين إلى الدولار الذي أصبح أكثر جاذبية. وذلك بعدما فقدت احتياطيات تلك البلدان نحو ثلاثمائة وثمانين مليار دولار من النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري. نقلت رويترز عن مصادر قولها إنما السهولية سياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبية توقعون رفعا أكبر لأسعار الفائدة رغم احتمالات حدوث ركوت. وقالت المصادر إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 2% أو أكثر مقارنة بواحد وربع في المئة للحد من التضخم الذي بلغ مستوى غير مسبوقة. وقد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة أسرع مع تجاوز التضخم 9% الشهر الماضي. ختم الاقتصاد إلى اللقاء.